وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة مستهدفاً عدداً من المباني السكنية في دير البلح وأسفرت الغارات عن استشهاد أكثر من ثمانين شخصاً وإصابة العشرات وبهذا يقترب عدد الشهداء في قطاع غزة من الفين واربعمائة شهيد بينهم أكثر من ستمائة طفل وثلاثمائة وسبعين إمرأة وآلاف الجرحة وعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أغار الليلة الماضية على أكثر من مئة هدف عسكري على حسب قوله في حي الزيتون وخان يونس وغرب جباليا